اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما يجمعهما من اواصر اخوية راسخة وتاريخية وثيقة وما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم واخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله واشاد سموه حفظه الله باعلان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات اقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول بما فيها مملكة البحرين والتي ستستثمر في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية وغيرها من القطاعات الحيوية منوها سموه بأن هذا الاعلان يأتي عكاسا للجهود المبدولة من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني ويؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من فرص استثمارية كبيرة وتسهيلات جاذبة للاستثمارات إلى جانب حرصها على مواصلة رفض البنية التحتية بكل ما مشأنه جعلها مؤكبة للمعايير العالمية معربا سموه عن شكره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وترحيبه بهذه المبادرة التي ستدعم التوجهات التنموية المشتركة للبلدين وقال سموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة دائما صاحبة المبادرات الخلاقة لصالح دول المنطقة ومواطنيها والجميع يقدر ما تطلع به من إسهام فاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي ودورها الكبير في أمن واستقرار المنطقة والعالم وهنأ سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة مؤكدا سموه بأن هذا النجاح سينضم لركب النجاحات التي تحققها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف مبادراتها حتى غدت المنطلق للمبادرات الجامعة للتنمية والتطور للمنطقة والعالم متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التوفيق والسداد